لكن بره اللي جان شوف الشباب اللي وقفين بره اللي جان شوف الشباب اللي وقفين عاملين ازاي الحقيقة حاجة تفرح حاجة يا جماعة غير مسبوقة الصورة بمكوناتها اللي قدامي بتقولي وبطلع منها مجموعة عنوين عنوين بتقول انه الشعب المصري عنده مستوى المسئولي الشعب المصري يقدر الظرف الاستثنائي الذي تبرر به الدولة المصرية الشعب المصري يعي لكل المؤامرات التي تحاك له شعب المصري مارس العملية الانتخابية منذ قرن من الزمان وما زال يمارس حقه وواجبه السياسي من خلال الانتخابات زي ما احنا بنشوف الصور قدام حضراتكم ادي المؤطم شايفين الصورة المرأة المصرية موجودة في كل مكان شايفين سهاج دلوقتي اهو ناس طابير شايفين ادي 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 الفيوم المينيا يبقى ثلاث محافظات من محافظات الصعيد المينيا هو الفيوم سهاج وادي المؤطم في القاهرة الصورة بتعبر عن كرنفال اهو قدام حضراتكم كرنفال في نشاط في حالة وعي كامل لدى الناس والمرأة المصرية دائما هي اللي بتحرك المجتمع لكن النهاردة النهاردة شفت الشباب الصغير الجيل الجديد اللي جاي عشان يدلي بصوته ويمارس حقه الانتخابي ويشارك نظرا لانه كمية وحجم الوعي اللي تم ضخه في عقول وقلوب الشباب بعد الاحداث الدامية خلال الفتر الماضية هو كان الدافع الاساسي لهذه النسب من المشاركة